السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بكلمك في درس النهاردة عن الوقت المنقضي وكيفية حساب الوقت المنقضي سواء بالجمع او بالطرح فاحنا هنبدأ بعملية جمع الوقت هنفترض ان هذا الطالب طالب قضى وقت معين في المذاكرة في النهار وقضى وقت معين في المذاكرة في الليل فعايزين نعرف الوقت اللي قضى كله قد ايه ببساطة شديدة لما باجي اجمع الوقت لازم بكتب سين وقاف وسين تدل على الساعة والقاف تدل على الدقاء ففي البداية واللي يكون الطالب ده هنسميه احمد قضى خمس ساعات وخمستاشر دقيقة في المذاكرة نهارا وقضى ثلاث ساعات واربعين دقيقة في المذاكرة ليلة طب كم الوقت التي قضى احمد في اليوم كله فايبقى اعمالية جمع لما نجي نجمع بنجمع الدقائق لوحدها وبنجمع الساعة لوحدة لما نجي نجمع الدقائق هنجمع خمستاشر زائد اربعين خمسة وخمسين والخمسة زائد الثلاثة تمانية ملاحظة مهمة جدا اذا كانت الدقائق اقل من ستين فانت بتترك المسألة كده زي ما هي طيب تعالا نشوف طرح الوقت وليكن برضو احمد سين وقاف وقلنا السين تدل على ايه والقاف تدل على ايه احمد بدأ مذاكرة الساعة خمسة واربعين دقيقة لا اطبعا ده هو بدأ مذاكرة الساعة ثلاثة وثلاثين دقيقة وانتهى منها الساعة خمسة وخمسة واربعين طيب يا ترى قضى وقت قد ايه في المذاكرة يبقى دي عملية طرح لما بنيجي نطرح بنترح برضو الدقائق وبنترح الساعة طرح الدقائق ببساطة شديدة هيطلع خمستاشر دقيقة وطرح الساعات هيطلع ساعتين في الملاحظ ان برضو الوقت بتاع الدقائق اقل من ستين فانت بتسيب المسألة زي ما هي طيب لو كان اكتر بقى ده اللي احنا هنعرفه فيه الشريحة اللي جاي هنبدأ برضو بجمع الوقت والدليل اللي عندنا الساعة والدقيقة فهنجمع ساعتين واربعين دقيقة زاء التلات ساعات وخمسة وتلاتين دقيقة لما نجي نجمع الاتنين الدقائق مع بعضها هنلاقيها طلعت خمسة وسبعين دقيقة اكتر من ستين دقيقة ودي هتمسل لنا مشكلة فمش هنقدر نسيبها زي ما هي كده طيب جمعنا الساعات طلع خمسة ساعات قبل خمسة وسبعين دقيقة ديا انا عارف يا جماعة ان الساعة ستين دقيقة فالخمسة وسبعين دي عبارة عن ستين زائد خمستاشر الستين دي اللي هي ساعة كاملة على بعضها والخمستاشر دقيقة فانا هيتسيب الخمستاشر دقيقة اما الستين دقيقة هحولها لساعة واخدها اضيفها مع الخمس ساعات بتاعتي يصبح الناتج ست ساعات وخمستاشر دقيقة والحتة دي مهمة جدا مهمة جدا تركز عليه في الطرح بقى بتبقى العملية عكسية انا عندي مثلا ساعة 17 دقيقة ساعة 33 دقيقة بمعنى قام القطار مثلا من المحطة ساعة 33 دقيقة ووصل ساعة 17 دقيقة يطرى قضى وقت قد ايه في الرحلة فبتبقى عملية طرح هل تقدر انت تطرح عشرة ناقص 30 مستحيل طبعا فهتطر استلف الاستلاف هنا مختلف هاستلف ايه هاستلف من السبع ساعات ساعة فالسبع ساعات هتبقى ست ساعات ولكن الساعة اللي انا استلفتها هحولها إلى دقائق فهتبقى 60 دقيقة 60 دقيقة هحطها مع العشر دقايق اللي عندي هنا العشر دي تتحول تبقى 70 وبعد كده أبدأ عملية الطرح العادية 70 ناقص 30 هتطلع 40 دقيقة و 6 ناقص 3 هتطلع 3 ساعات أنا أحمد منصور ودي معلومة على السريع شكرا سلام